سهلا بك سمو الأميرة رح أبدأ من 2004 هنا في بيت البركة يوم زفافك على سمو الأمير علي بن الحسين كيف كان هذا اليوم؟ طبعا هو كان أسعد يوم يمكن من أسعد أيام في حياتي وفعلا يعني برجع يمكن بداية اليوم سهلني فرصة وعطوني مجال أنه بروح يعني بجهز حالي بقصر الندوة فكنت أنا ووالدتي هناك أميرة هيا إجت عشان تسعدني وكمان معي صديقتين فجهزنا هيك كل شيء وإحنا جئنا لبيت البركة من قصر الندوة أولا طبعا استقبلوني هون جالة الملك وجالة الملكة والأمير الحسين وطبعا سيدي علي الأمير علي كان موجود الوالد وأقواني وأقوالو فكان هيك والشيخ أحمد دهلين بس الحلو أنه يعني الواحد بيحس شوي بالتوتر أكيد يعني فلما جينا هون عملنا طبعا كتبة كتاب في بيت البركة لما جينا عشان نبدل للخواتم توترتها ولخضطت أعطي كل الخاتم الغضاء يعني بعدين طبعا زبطوا الأمور بعدها رحنا لبيت ستة جدته الله يرحمها ستة حنان تقان الأم الملكة علي وهناك كان فيه إخواته وستة مونة الأميرة مونة كلهم موجودات كمان رحنا كلنا هناك وبصدفة كان عيد ميلاد جدته الأمير علي فاحتفلنا هناك وبعدين ما عملنا على طول الحفلة الخاصة لأنه كان عنده كان عنده يعني كان مرتبط شوي الأمير علي مع مباراة مباراة دولية معلش آآ مفقية أشجاء مهمة فروحنا أخذنا كل 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 الضيوف تقريبا يعني أخذناهم للأستاذ آه وعملنا بس كان شيء مهم بالضبط وكان كمان معنا جالة الملك جالة الملكة والأمير الحسين والأمير الإيمان يعني معنا يوم مميز على كافة الأصعد سمو الأميرا كيف كان شعورك؟ وأنت مقبلة على حياة جديدة في بلد جديد يمكن عدات وتقاليد مختلفة إلى حد ما والآن يمكن من حس الأنسة رزوة هي يمكن ستدخل على العائلة المالكة كفرد من أفراد العائلة الهاشمية وعليها أجواء جديدة إلى حد ما كيف عشتي هاي الأجواء عندما كنت عروسا؟ عمري ما حسيت أنه غريبة ولا يمكن بقدر أقول أنه ما حدش خلاني أحس أبدا أنه أنا جاي من غير بلد وغير منطقة وغير ثقافة فأنا لازم أحكي إشي أنه الشعب الأردني على فكرة من أرحب يعني شعوب شفتهم بالعالم مش بس أنا بحكي يعني عن جد مش مجاملة وفعلا مش مجاملة لأنه أنا جزء من حس حالي بالضبط يعني أردنية بالضبط لكن بكل صراحة يعني من البداية حسيت عن جد أنه أنا جزء من منكم من البلد من العائلة من الشعب من الناس يعني عن جد من البداية ومتأكدة أنه الأميرة الرجوة راح تحس بنفس الترحيب ما عندي شك يعني ولكن أكيد كان في تحديات معينة صحيح واجهتي تحديات يمكن حتى اللكنة أحيانا ممكن هو يعني اللكنة الأردنية صراحة الكل بفهم عليها كتير سهلة للكل يعني من أي بلد عربي يعني عن جد مش شايفة أنه في مشكلة كبيرة وأعتقد بالعكس أنه يمكن أنا كالجزائرية شوية مختلف بس الأميرة الرجوة راح يكون أسهل بها ليلها بكثير يعني يعني اللهجة السعودية يمكن قريبة للبيضة كثير قريبة أكثر يعني بس اللي بيربي أطفال أردنيين تعلم اللهجة الأردنية أنه لما تاخدي زوج يعني أو بتزوجي يعني بطلع على القيم أنه المهم أهم شيء صراحة قبل أي شيء أنه يكون في نفس القيم ويمكن نفس الأفكار نفس المبادئ هذا مهم جدا هذا القيم والمبادئ راح يساعدوك طبعا بتربية الأولاد العائلة الهاشمية هو الواضح يعني مثل ما حكينا فيه تواضع فيه كمان ثقافة راسخة لخدمة المجتمع فبالنها فبالنها احنا كلنا منجرب يعني كل إنسان راح يجرب يربي أطفاله يكونوا مواطنين يعني مواطنين مسالمين يحبوا بيفترموا بلدهم بقدر أحكي أنه هاي زي بصمة موجودة يعني يمكن أنا دخلت في العائلة طبعا وأنا يعني عمري أكبر يعني بس أنا بشوفه موجود يعني مع الأطفال وهما صغار بيرجع يمكن ل حتى أفكار مبادئ بيرجعوا لمؤسس يعني للملك حسين اللي هو يعني طبعا أخذهم من أجداده وأعطاه لابنه واضح يعني عند الملك عبدالله الثاني موجود عند طبعا كل أولاده وعند ملك الراني وعند أولادهم فهذا إشي كثير واضح بالضبط إشي عن جد مغروس وبشوفه وحتى الشباب والشباب يعني بالعائلة يعني الأطفال وهم صغار بيتربوا بيعرفوا أنه هذا كثير مهم يمكن هاي المسؤولية اللي بتيجي مع اللقب يعني بتخليكي بدك تقدمي من أحسن من اللي عندك أنه في موضوع ثقة تحسي أنه هاي أنت بتمثلي اسم بتمثلي عائلة لها تاريخ فبديك تكوني على قد المسؤولية على قد ثقة معتينك كيف تكون نظرة الأميرة إلى فكرة المسؤوليات حتى انتقاءها أحيانا لبعض المواضيع التي تصل تضوء عليها فكرة أن تكون مؤثرة أيضا في المجتمع التي هي موجودة فيك كيف تقوم بترتيب هذه الأولويات أو حتى تقديم القضية التي ترى أنها مناسبة بالبداية بحكي لك لما تزوجت الأمير علي أعطاني نصيحة وحكها لي لا تدخذي بأي مجال ما بتعرفي وما بتفهمي وما درستي وفعلا كان حق قليم يعني مئة بالمئة كان حق مع مئة بالمئة لأنه فعلا يعني لما يعني طلب مني جالت الملك أنه بشوف كيف يعني بقدر استخدم خبرتي عشان أسعد بمجال الإعلام وفكرت فيها ودعم الأمير ودعم الملك رانيا طبعا أسسنا معهد الإعلام الأردني هذا كان شيء طبعا وكان حلو لأنه أنا دايما حتى لما كنت صحفية كنت بحلم أنه لو بقدر أقدم إشيء ببلد عربي بمجال الإعلام بعد شوية طلب مني الأمير علي هو كان أسس كما تعرفي أكيد صار عشر سنين هلذا كان أسس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وفهو طلب مني أسعده بمجال السينما يعني وصرت بنات يعني كمان خبرة بالموضوع بعدين صرت من أربع سنين رئيسة مهرجان عمان السينما الدولي أو الفيلم وحاليا كمان من سنة ونص صرت كمان يعني ابتخبوني عشان أكون رئيسة مؤسسة دولية للحوار بين الثقافات المؤسسة أنا لند رأينا بصور الزفاف الأميرة الحسين لم يتجاوز تسعة سنوات فعليا فيمكن شهدتي على مراحل عمره المختلفة والآن أصبح عريس عمني هو عريس الأردن كيف تصفين الأمير حسين سمو الأميرة إن كان من ناحية شخصية إن كان من ناحية يمكن هذا التوافق بينه بين الآن سرجوة من معرفتك لأيل وكفرد من أفراد العائلة يعني ما شاء الله عليه يعني عن جد كلنا نفتخر فيه هو الأمير حسين عن جد يعني عنده يعني أخذ صفات يعني والده الملك عبد الله وكمان جده الملك حسين بيفتخر أنه بيحمل اسمه أكيد وفعلا يعني أنا شفت فيه يعني إنسان كهير يعني يعني بيسمع وعن جد عنده اهتمام كبير للكل بقدر أحيي الحب والاهتمام اللي بيعطي مثلاً لأولادنا وهو صغير على فكرة وهم صغار بشوف بشوف نفس الاحتمام من الأمير الحسين للشعب الأردني للشباب للعمل اللي بيسوي يعني وعن جد هو كنا عن جد نفتخر فيه وكثير مبسوطين منشوف يعني فرحانين ومبسوطين شفتي أكيد الترحيب يعني من العائلة ليلة الحنة أيوة يعني مش بس من العائلة بس كمان من المجتمع كان فيه ناس من كل جزء يعني من المجتمع الأردني كل يعني يعني ممثل في ليلة الحنة والكل راحب فيها يعني بشكل رائع فالكل يعني احنا انا شخصياً يعني متأكدة يعني هي قد المسئولية ويعني بدي أقول يعني انه صراحة مثل ما حبها الأمير الأحسين مثل ما راح يحبوها الشعب الأردني ما هي النصيحة التي من الممكن أن تقدميها لالآن سرجوة ونحن مقبلين يمكن أيام قبل حفل الزفاف فما هي النصيحة ممكن تقدميها على مستوى شخصي ممكن على مستوى مهني على مستوى عائلي أو يمكن هيك ممكن تريحيها أو تكون أكيد العروس دائما بتكون متوترة قبل حفل الزفاف فشو النصيحة الممكن تقدمي أنا بحكي لها زي ما زي ما لكل حكى معي لما أنا دخلت في العائلة أن أولاً برحب فيها وأهلا وسهلا وأحنا كلنا موجودين يعني أي إشي احنا كلنا جاهزين احنا كلنا يعني كثير مبسوطين في بيناتهم انسجام في أكيد حب يعني واضح الواضح أنه هي أحسن رفيقة لحياته وهذا أظن واضح للكل وكلنا نمسط فيه ومع بلوك أنه